عارف أنه هو سيطر على السوشال ميديا بشكل كبير وهو رأيي في مسألة الكابتن حسام عشور وله مني كل الاحترام أنا قايته حسام عشور كتير واتكلمت كتير ولكن بعد تصريح حسام عشور مع ميدو الأخير أنا اختلفت معه اختلف وجهات النظر شديد جدا 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 وشفت إن لأ نقف هنا بقى كفاية بعض الناس بعتولي قالولي أو بعض الناس بعتولي رسالة وكن لهم كل احترام يعني سيف إحنا في زمن الفلوس إحنا في زمن الاحترام أنا على فكرة مش رفضه ممكن يكون اللي عمله حسام عشور هو اللي عمل أحمد فتح وهو اللي عمله شريف إكرامي بمنطقة الصراحة من غير لف ولا دوران كل واحد في النهاية بيدور على مصلحته ولكن الطريقة والأسلوب أنت أنا النهاردة مش عايز شريف إكرامي قدر إن هو يخرج مشهده بشكل جيد وخرج من الباب الكبير رغم إن هو لأن دماغه مترتبة رغم إن هو شاف اللي في مصلحته وأخذ العرض الكبير وأخذ العرض المناسب بالنسباله وشاف إن هو في التوقيت ده اختلف مع النادي الأهلي ممكن النادي الأهلي عايزه كبديل للشناوي لا أنا عايز ألعب خلاص هو رايح لنفس الاتجاه بتاع فتحي بس عمله بطريقة مختلفة فالجمهور عداله أحمد فتحي كتنص طلع الجمهور ما عدالوش لأن أنت لعبت مع النادي الأهلي وإنت ماضي أفكر لا أعمل فخلاص الجمهور أفل بس أحمد فتحي بطل المكنة يعني إيه؟ يعني إيه بطل المكنة؟ يعني تعامل باحترافية وفايلر تعامل معاه باحترافية كل الناس توقعوا فايلر يدي أحمد فتحي إزاي؟ مستحيل المتشاط اللي وديها اللي نابي يدي أحمد فتحي لأن فايلر مش فهم كل حاجة من الحاجات دي هو فهم حاجة واحدة هو أحمد فتحي ده العيب فين؟ في الأهلي فضلوا قد إيه؟ تلات شهور حتى إيه؟ نهاية الموسم إلعب يا باشا إلعب ولعب معي أفريقيا ولعب لحد ما أكسب أنا مش سامع أنا مش سامع القصة الحاجات بقى اللي إحنا كنا بنختريحها أفوقك عشان تروح لنادي تاني تصحى علي ده مش مش موجود مع الناس دي إذن النهار ده أنا احتراف أحمد فتحي طفى المكن رغم أنه هو خرج بخلاف مع جمهور الأهلي وبطريقة ما يحبهاش الجمهور وكان مخطئ فيها عشان الأمور تبقى واضحة أنا بعد كده حريح حجيب يعني من الآخر والصحة صحة والغلط غلط خرج بطريقة الناس لميتوا لأنه هو أحمد طريقة خروج كان غلطان كان ممكن يعمل زي شريف إكرامي شكرا أنتوا تأخرتوا عليها في التجديد أنا مش هجد خلاص سلام عليكم وعليكم السلام ولكن ما بعد المشهد ما بعد المشهد عمل إيه فتحي أنا على فكرة على اتصال مع أحمد فتحي ربنا يخلي له يا رب ولاد ويدي له الصحة يا رب أحمد طفل مكان بقى أنا عندي مشكلة حتى ما يديك بس أطوله تصريعة أبوث إليكم يعني خل الناس تنسى الموقف دلوقتي أنا هلعب كورة فقط لا غير أحاول أنا أبلعب كورة إن أنا أصلح القصة عشان أسيب لي المشهد للناس يقرأيك ويسا أفل المكانة فالجمهور تدريجي مش ابتدى يفق أو زعله فك ولكن الجمهور بيحب ندي بيحب الأهلي فخلصتوني وإحمد بلعب مع الأهلي دلوقتي الناس تمام الأهلي كسب بطولة الكاس أخذ الدوري نافذ طول أفريقية عمل أداء جاء يبتلي الجمهور الدنيا تفق في مشاهد بالزكاء نفسي مشهد شريف إكرامي كابتن إكرامي معايا قال لي أعب مع فيلر قال له بص أنا أعج جنبك هنا لو احتجتين أديني بس ما أحاعد احتراطي ما أنت مش هتديني أنت دلوقتي معاك الشناوي معاك علي لطفي مصطفى شبير فأنت مش عايزني دلوقتي شغل دماغه لكن حسام لا تصريحه واثنين وثلاثة والكسة زادت ودخلنا في موضوع ودخلنا في مشهد ما يجب أن يكون لأن النهاردة ما أتكلم على الكابتن محمود الخطيب وأتكلم على المسشار تولكي قال شيخ علاقة انتهت ربنا يشفي المسشار تولكي قال شيخ يا رب ويقومه من الأزمة اللي هو فيها ونتطمن إن شاء الله بإذن الله عليه وقال الكابتن الخطير ربنا وفاقه في النادي الأهلي خلصت أنا النهاردة كنت سبب في وقت ملاقات في خلاف أرجع صحي الدنيا تاني وأرجع عامل خلافات تاني خلاص وليس اختلاف إنك تدور على مصلحتك أو تختار فلوس أو تختار اللي أنت عايزه ولكن أنت ما بتختار خلاص خد طريقك سلام عليكم وعليكم السلام هو ده اللي تدخلنا فيه في المشهد العلاقة مع الجمهور دي علاقة حب وعشق لا بتتشره ولا بتتباع ولا بتعمل لها لقطة ولا بتعمل لها حاجة عملها سيد معوض وعملها وقل جمعة وعملها حسام غالي وعملها بركات وعملها عماد متعب عملها عملوها كتير مع جمهور الأهل الكبير ده عملوا مشهد الخروج من الباب الكبير خلاص التاريخ بيقول كده فدي حاجة لازم برضو تبقى لها حزبة في دماغك حب الجمهور لازم يبقى ليه حزبة في دماغك حب الجمهور اللي عمل عماد متعب وحب الجمهور اللي عمل حزم إمام وحب الجمهور اللي عمل شيكبالا وحب الجمهور هو اللي عامل ده لا يقدر بمال ده ليه بعد كده مردود كبير مردود على فكرة مش مردود بق عطفة لا مردود مالي كل واحد من دول بقمته بقمته النهاردة هقول لكم حاجة عشان الناس تستوعب يعني إما بتخرج بمشهد كبير إما بتبقى يسام غالي بتعمل إعلان برقم كبير بتعمل لقاء برقم كبير بتسوى فلوس حتى بعد ما تبطل إما بتبقى أعماد متعب بتسوى فلوس حتى بعد ما تبطل إما تبقى حازم إمام بتسوى فلوس وانت مبطل إما تبقى شيكبالا إما تبقى نجم كبير بطلت وخرقت بشكل كبير جدا لجمهورك فده بيساوي عندك عائد مادي كبير لازم اللعبة عندها رؤية في كده في القادم